اختتمت قيادة مدرسة الشرطة بمحافظة مأرب دورة لتنمية العلوم القانونية والشرطوية للشرطة النسائية في المحافظة وأكد وكيل أول وزارة الداخلية لورق محمد سالم بن عبود أهمية التدريب الشرطي والقانوني والذي توليه قيادة وزارة الداخلية للعيون الساهرة ورفع مستوى كفاءة وقدرات الوحدات الأمنية متمنيا للشرطة النسائية لاستفادة من هذه الدورات وأن تنعكس مخرجاتها العلمية والمعرفية والمهنية أثناء داء الواجب الوطني وأشار إلى أن قيادة وزارة الداخلية لجانب التأهيل والتدريب اهتماما كبيرا كون المرحلة تستدعي الاهتمام والحرص على تطوير ورفع كفاءة منتسبي الأجهزة الأمنية خصوصا الشرطة النسائية وبما يؤهلها لمواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات الأمنية